السلام عليكم و مرحبا بكم حبوباتي نتمنى كامل تكونوا بخير مع هذا الفيديو الي جبت لكم اليوم كيما عودتكم ديما نبدأ كلامنا بصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم كيما عودتكم حبوباتي ديما نحب نشارك معاكم اروتيناتي واليوم راح نشارك معاكم سهرة بزاف خفيفة كيما عودتكم سهرة الخميس كنت ديما انديرها مي لبنات الظروف ليه مت ولا كنت شوية امر ايضا مع رمضان و كامل اليوم كنت درتها مع الزوج و ثاني قدرتها تلبية الوحد المشتركة عندي قدرتها يعني صورتها اعلى جلها ما كنت شكامل رايحة انصورها المهم لبنات رايحة ندير سهرة باقل تكلفة يعني بالحاجة الباسيطة واللي متواجدة عندي تكون سهرة رومانسية و نكسروا بها الروتين وهكا نحكي مع الزوجتاعي و انا نحب نديرها بنها الخميس بس كو الجمعة يكوي سباح راقد يعني قاعنا الصهر و ولا نتفرجوا كاش فيلم و لا غدوة من ذكئ المهم لبنات اهنا نروحوا للتحلية اللي درتها اول حاجة هنا نحتاجها نحتاج هذا النوع تقدروا تستعملوا اي نوع من القاطو اللي يكون متواجدة عندكم انا اريحة نخدمه في الاشوار يعني راح نرحي في الاشوار انتوما اذا عندكم هذه الاشوار اخدموا فيها اذا ما عندكمش لبنات كنت شاركت معكم الفيديو نتابعي من قبل يعني قبل كامل منشي الاشوار كنت نديروا غير فيساشية و نفوت عليه بالرونة و اريح كامل اي ترحى من بعد لبنات كما راكمشتوا لبنات اهنا ارحيتوا في الاشوار وش رايحة نزيد له رايحة نزيد له الزبدة يعني زبدة رايحة نذوبها ونحاول نخلطها كامل مع هذك القاطو اللي كنت رحيتو حتى يتبسس كامل ونقدر نتحكم فيه المهم لبنات هنا وش رايحة ندير بعد ما ارحيت القاطو حطيتو ابجيها وفي نفس الوقت هنا ايه رايحة نبدأ ندير في التحليه ولا فلفله هذي التحليه البنات كنت شاركتها معاكم بزاف يعني انا هذا وش نحب ندير ما نحبش ندير جينواز ولا نكثر صوارح في الطابلة على بي بلي ما ننش راحي ناكلهم ومام اريحة غير نعييه روحي ووليت في الفترة الاخيرة كي نحب ندير سهرة رومانسية ما نديرش معها عشا بس كو اذا درت عشا ودرت لاسوب ودرت هكا رايحي يشدلي كامل هذك الوقت يعني هذك العشا يشدلي الوقت وما نقدرشها كانت سلها بروحي يعني ندوش ولا نماكيه ولا نكوافي شعري ولا على هذك البنات ووليت ندير غير سهرة يعني العشا نديرو اقبله ولا ندير عشا عادي يعني كي ما تعرفون اصلا ما نديرش العشا نتعاش ومع الرابعة الخمسة ساين مناش راحي نزيدو والسهرة الليبنات نديرها في الليل ونديرها ثانيك باسيطة ما نكلفش على روحي المرة الاولى كي ما يعني كنت اغرصها ما كنتش نعرف كنت كين حب ندير السهرة لازم نخدم جينواز ووش الكريم شانتي تتكلف ندير لي طاقت والتي يعني طاقت لا نحاول نعمرها هكذا عما باش نخلع عراجلي مي لبنات من بعد عرفت بلي هذي غلطة يعني ديما كي نحب ندير سهرة ديرها غير بالحاجة اللي كينا منكلفش على روحي بس كي تكرهوها كل مرة ديري سهرة اللي تتكلف لك اتكر هيها يعني ديما حاولوا البنات تسهلوا على رواحكم من ناحية المصروف ولا من ناحية التعب يعني كي ديما ديري سهرة وتعييك اتكر هي منها المهم لبنات هنا نولو للتحلية و تلكمكو ترحيت هذي القاطو درتوا بجيها وهنا اوليت لهذه الكاسر ونا درت فيها خمس كيسان حليب خمس كيسان حليب هنازت لهم باكي افلون انتاع كرامال يعني الحجم الكبير وانتوما لبنات اذا درتوا نوار هذوك اللي ببعد صغر يعني ديرو زوج المهم لبنات اللي ما كم تشوفو هنا وش رايح هنزيد هنا رايح هنزيد السكر والميزين يعني التحلية هذي على شكل هناك مغرفة لازم ارتدي لها الميزينة مع السكر وانتوما لا تشوفوا رايح هنزيد السكر فتر المغرفة الأولى ازد الزوجة وهنا هنزيد الثالثة والربعة من بعد البنات وش رايح هنزيد رايح هنزيد الميزينة يعني مايزينة هي اللي راح تخليلي هذي التحلية اشاده روحها هنا درت المغرفة الأولى راح نزيد الثانية والثالثة خمس كيسين حليب ربع مغارف ميزينا على وش ما كثرتش بزيف السكر ديجا الفلون اراها حلو بالنسبة لبنات اللي عندهم الفلون هذك صغير ثانيك تقدري تقسمي كامل المكونات لبنات ديجا الفلون صغيرة ودري معها زوج مغارف ميزينا مع زوج مغارف سكر المهم لبنات اهنا لبنات خليت الخالطة التاعي ولا التحلية تاعي ابجيها ووليت هنا للقاطو يعني لازم نسبق القاطو باش نديرو في السرس وهو الأول من بعد نعود نوالي الفلون لبنات اذا درتو فوق النار لازم كامل منح شي يديعلي يعني نقعد غير نخلط فيه ونخلط فيه المهم لبنات كما تشدو القاطو هذك اللي كنت رحيت له وزدت له كمية من الزبدة كيفاش تعرفوا باللي القاطو تاعكم تبسسولو كي تشدوه تحسوا القاطو تاعكم اراها معجن المهم لبنات كما راكم تشوفو هنا يا جبت الكارطونة تاعي أنا ديما نحب ندير في هذه الكارطونة تحبو ثانيك ما تستعملوه هاش ديرو دي غاكتومو السرس والتاعكم فيه طبسي وتبدأ وتخدمو كي ما راكم تشوفو هنا يا من بعد البنات وليت له الخالطة تاعي درتوا فوق النار وبدأت نخلط فيه حتين اثقال كي ما راكم تشوفو ولا هذك الخالط ولا هذك الفلون ولا على شكل كريمي المهم وش هندير هنا رايح انطفين دا برك هذك الخالط ولا هذك الفلون رايح نزيد له مخصو تاع زبدة هذك الزبدة رايح تخلي الفلون تاع كطري يعني مايجيش يابس ومايجي فيه بناء شعبة اهنا رايح ندير فيه المخصو تاع الزبدة وهو عاد سخون يعني باش تدوب لي كامل هذك الزبدة نخلطها امليح امليح ونبدأ نفرغ في هذك الخالط تاعي فوق هذك الطبقة اللي كدرتها كي ماك مشتول بنات تحليا ماكاش اسهل منها اه در طبقة بالقاطو من بعد درت الطبقة الثانية بالفلون عادي ستلو غير مايزيناء مع السكر ودرت له شوية زبدة ثانيك اذا مايش متواجدة عندكم تقدرو تستغنو عليها من بعد البنات بعد ما درت الطبقة الثانية درته في الفخي جيداغ وراح نخليه برد وكي ما تعرفوا البنات انا ديما كين دير تحليا ديما دير حقتها عجوزتي يعني هذك ثانيك فكرة رايح نبده لكم اذا ما كانش عندكم هذك السيرسو كامل ديروا غير في الكيسان تعرف له كي ماكاش تدر طبقة لولا بالقاطو هذك زلت له شوية كارامل برق باش تعطي البنا وهنا عمرت هذك التحليا تاعي وراح نديرها في الفريجي دار تبرد يعني حوالي زو سوية ولا ثلاثة رايح نطيبوها سي بردت وشدة روحها من بعد البنات هنا رايح نبدأ في التزيين يعني التزيين ديما نحاول ندلكم الحاجة السهلة الحاجة اللي تكون متواجدة كامل عندكم هذي تحليا لبنات ولا هذي السهرة ماهيش رح تتكلف لكم مان باق دي ميل ولا كينز ميل باكيفلون رح تدير ساميل والحليب رح يدير طرواء ميل هذا مكان ورح ندير الجوء معا شوية مايس يعني تحليا مكاش أبسط منها المهم لبنات كي ما كم تشوفوا هنا بعد ما جمدت لي هذك التحليا درتها في الطبسي يعني الخطر اقول لكم درتها غير في البلاتة على بلاستيك سوف نجيب هنا موسناحي كامل الحواف تحليا بهذه الطريقة بلق البنات منين تبدأ و اتنحو حاولوا تضغطوا كامل حتى للتحت باش ما يخسر لكمش الشكل إذا ما عندكم ش هذا السرسو كامل تقدروا تستغنوا عليه يعني تديروا كووس برق ديري كاس لي كوكاس الراجلك مع زوش كيسان جي ولا زجو قرح جي قادر غير هذا مكان سهرة إذا ما عندك شقع ديري شوية كوكاو مع زوش كيسان أتي وصاي ماشي الفايدة انك تديري جو دي مياه ولا تديري حاجة اللي تكلف الفايدة انك تقيمي راجلك تجمعي معه تقعد معه تصاري معه تحسي باللي يرسحها روحك ركي إنسانة ومتزوجة وتحسي بالحياة الزوجية ماشي غير أشقاي طيبي حطي هذا مكان يعني امنين ذاك نكسروا شوية الروتين ومام الأزواج دوعنا يحسوا هاكا باللي إنسان اللي ركيب اللي راهم معها راهم قيماته راهم ديرتلو حساب يعني مام هو يوالف هذا الروتين أنا أمنوني والله يا البنات واحد ديامات زوجي كي ما قوليتش ندلو السهرة هادو ما ولا كيشوفني عيانة ولا والله لهو يروح يشري يعني مالخميس لخميس ويوالف هذيك يروح يشري شوي كوكا ولا هو يديرتي زانا ويحطنا يعني يسا يوالف هذا الريتم المهم لبنات هنا بالنسبة للديكوغ ولا للتزيين ما درت حتى حاجة غير هذيك الكارامل رايحة نديرها في السطح كما تشوفوا درت هنا اقبل في هذي التحليه من بعد رايحة نزيد في الكوكوس كي ما كم تشوفو هنا يا بركة هنا الشكل ما هوش رايح يبقى كي ما هو غير شوية يبتبدأ تسخون هذيك الكارامل رايحة كامل تزيح تقدروا تزيدوا البنات هذيك اللي بياغ تقدروا تزيدوا شوكولة إذا عندكم الحاجة اللي متواجدة عندكم تقدروا تديروها أنا هنا ما متواجدة عندي ويالو رايحة ندير غير شوية هذوك اللي بياغ تاع القاطو مع هذوك اللي فلوغ ثاني كتاع القاطو عندي ثلاثة ولا ربق رايحة نزيدهم هنا بالنسبة للديكور تاع الول شوفوا كيفية جدرتو وهنا التزيين ولا الديكور تاع الشكل الثاني ولا الكيسان ثاني قدرت غير شوية كارامل كي ما راكم تشوفو هنا المهم لبنات يعني هنا حاولت نعطيكم افكار فكرة انك تديريها في سرسو ولا تديريها في كيسان لهم هذو الكيسان رحة نهوضهم لعجوزتي المهم لبنات أنا الكيسان حطهم بجهة نكمل التزيين تاع التحليه التاعي وريحة نوريها لكم كامل في الاخر وهي لكم حبوباتي التحليه التاعي شوفوا البنات هنا شوفوا غير شوية كارامل ستلها شوية ليبيغ ودرت لها هذو كل يفلوغ شوفوا البنات هنا الطبقات جوا ما شاء الله شوفوا الكارامل من نذير بتاعي لها الكاتو كيفية شولت ما ماللقاتوا در طبقة أمليحة يعني وطبقه ثانيك الثانية شوفوا الألوان كي يجوا بزاف شابين ما شاء الله ويلا جات جاهي وما مالبنا هنا وش مزال ما زال براكنو الحنسة القمروح يعني نلبس حويج يكونوا شابين مشي شرط حاجة الغالية غير تكون قصيرة او ديكولتي او مقية ديما تحاولون تغيروا يعني مشي البدعية على الدار او شرط نلبس حاجة غالية اللي ندير بها صهرة رومانسية وهنا كما راكم تشوفوا جبت هذه الارب جاية في الغاز جاية في الفوكام السيغي ومالتحت شوية لغج مايش لغج بزيف و جاية ميني ودرت معها ماكياج عادي يعني ما درتش فون ديوتان ولا غير فاغاجو وغوج على ليفغ مع غي سير وبينسير الباخفة المهم اللي بنات تسجم تروحي البستو رح توجد طابلتي ورح نشعلك معاكم سهرة الخميس بابسط الأشياء يعني بكاج ابسط من هذه السهرة هايليكم التحلية تاعي اللي كدرتها اللي مسقها متلي شمان بادي ميل ثاني جات بزاف شابه بزاف ابنينا رح نقطعها معاكم وراحي نتشوفوا الشكل تاعها يعني بعد من قطعها وكيما رحكم تشوفو هنا ثاني كدرت الجو هنا يا في هذو القرح وطيبت شوية مايس يعني درت كمية اقلي لما حبيت نكثر بس كل ابنت غير ناكلوا التحلية مع الجو على بالي مايس ما نشرح نكمله وانا ماذا بيا ما نديرش حاجة ونعود نقيسها ولا كلفة على روحي وحطيت زوج دباسة تفصيلية او تفصيل الزوج اللي حي نقطع فيهم هذيك التحلية اللهم اديبها نعيمة يعني مهم نكسر الروتين ونفرح الزوج التاعي المهم محبوباتي اهنا رايحة نبدأ ان قطع لكم هذيك التحلية وراحين نتشوفوها وتشوفو القوامتها يعني كين قطعها كيفاش يكون الشكلتها اهنا كنت قسمتها اعلى الثين يعني هذك القلب كنت قسمته على اثنين وراحة هنا نزيد نقسم هذي ثانيك وراحة نرفضها معكم وتشوفو القاطو كامل هذك وراحة نقطع المخصو الثاني كما راكم تشوفو شوفو ما شاء الله جي شدة روحة وهنا كما راكم تشوفو درت لكم سهرة باقل تكلفة يعني كامل تقدروا ديره ما حبيتش نديلكم كما شي قاناوات تدير لك اللوز والجوز والمانيش عارفة كامل تكلفوا درت لكم حاجة كامل تكلفة كامل تقدروا تديروها يعني مهم تفرحوا رواحكم وتفرحوا الأزواج وما من اللي عندها ولادها تفرح ثانيك ولادها ماشي شرط غير على جال أزواجنا نديروها وهنا وصلت الاخر فيديو نتمنى الفيديو كان يعجبكم ان شاء الله ما كنت شتخيل عليكم اللي اول مرة تفقنات ماذا بيتدير ابوني وتفعل جاس باش اي جديد يوصلها مشتركاتي يحببو باتي يقول لكم لي كومنتاغ واتواعكم والله لا ميطلعوا المورال يعني اي كومنتاغ اراه يفرحني ربي يحفظكم وربي يخليكم لي قلكم تهالله في روحكم لكم التزوجات تهالله في الازواج تاوعكم ماشي تخلي راجلك حتى نيروح عليكم بعد قولي اه اطفرت ولا الداوه ولا بدلني ولا ديما حاولوه ماشي شرط ديليلو صهرة رومانسية ديما لازم تكوني واكفة مع روحكم بس كورجال يحبوا المرة اللي تكون واكفة مع روحة وهنا مع لي إلا نقولكم تهالله في روحكم سلام